السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف في هذا المقطع عن المقلوب والمقاعد والفرق بينهم واحد مقلوبه هو واحد وواحد في واحد يساوي واحد يعني واحد في مقلوبه الذي هو واحد هو واحد بالنسبة المقلوب عشرة هو واحد على عشرة وعشرة في مقلوبه يساوي واحد إذن أي عدد يضرب في مقلوبه يساوي واحد صيفر فاصيلة خمسة مقلوبه وواحد على صيفر فاصيلة خمسة يعني اثنان هو عشرة على خمسة ضربته هنا في عشرة وهنا في عشرة فأصبح لدي عشرة على خمسة هي اثنان واثنان في الصيفر فاصيلة خمسة يساوي واحد ناقص ثلاثة مقلوبه هو واحد على ناقص ثلاثة يساوي ناقص واحد على ثلاثة وناقص واحد على ثلاثة في ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد أي عدد مضروف في مقلوبه يساوي واحد والصيفر ليس له مقلوب صفر ليس له مقلوب لا يوجد عدد نضربه في صفر يعطينا واحد صفر ليس له مقلوب نمر إلى المقابل نذكر أن هذا مستقيم المدرج أو المستقيم العددي لدينا الصفر مقابل هو الصفر مقابل هذه الأعداد هو هذا الأعداد مقابل واحد هذا واحد مقابل هو ناقص واحد نفس المسافة هذه المسافة نفس المسافة أو التمات المحوري إذا قمتم بعملية الطي وفق المستقيم الذي يمر من صفر سيسقط واحد على ناقص واحد سيسقط أي عدد على مقابله مقابل واحد هو ناقص واحد وناقص واحد زائد واحد يساوي صفر مقابل عشر هو ناقص عشر وناقص عشر زائد عشر يساوي صفر أنا لاحظ أن أي عدد مجموع عدد ومقلوبه يساوي صفر ناقص واحد زائد واحد صفر ناقص عشر زائد عشر صفر مقابل صفر فاصلة خمسة وناقص صفر فاصلة خمسة والمجموع هو صفر مقابل ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص اثنان ناقص ثلاثة اثنان ثلاثة مقابل ثلاثة هو مقابل ناقص ثلاثة هو ثلاثة ومقابل ثلاثة هو نقص ثلاثة فإذا كان السالف فمقابله موجب وتلاثة زائد نقص ثلاثة تسوي الصيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا